أهلا بكم. الأجواء عموما مستقرة ببلادنا في انتظار الأمطار المرتقبة يوم الاثنين. وبعد زوال يوم ستكون سماء غائمة فوق الريف السايس وبيالاتلس المتوسط وشمال منطقة الشرق. وتق سيكون مشمس بباقي أرجاء البلاد. وخلال الليل بعد القطرات مطارية محتملة بالريف واللوكوس وشمال منطقة الشرق. وسيظهر ضباب قرب السواحل الوسطى والجنوبية وجوم السقر بباقي المناطق. غدا صباحا ستكون ما يعرف بالجريحة فوق المرتفعات وأمطار ضعيفة متوقعة على الريف وطنجة واللوكوس وضباب. سيهم السواحل الوسطى وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسماء ستكون غيلة الصحب إلى صافية بباقي الجهات. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال يوم الـ 14 درجة بيفران. 20 بيوجدات 23 بالراشدية 26 درجة متوقعة بورزازات 24 بالمدينة الحمراء مراكش 32 درجة منتظرة بالقويرة. غدا خلال الصباح ستتسجل 5 درجات بيفران 11 منتظرة بيفاس 10 بيمكناس 11 بالعاصمة ريباط كذلك بالدار البيضاء وبأسفي. و14 درجة متوقعة بمدينة أقادير. الآن نطلع على المذكرة الخاصة بمدينة الضار البيضاء. غدا شروق الشمس سيكون في السابعة و44 دقيقة. والغروب في السابعة مساء و35 دقيقة. أما طلوع القمر فسيكون في الثانية زوالا و54 دقيقة. والأفول في الخامسة صباحا. وخبر اليوم سيكون من الإكوادور. حيث كشفت دراسة الحمد النووي للسلاحف العملاقة التي تعيش في جزيرة سان كريستو بال بقالاباكوس. أنها تتوافق مع نوع جديد لم يسجله العلم بعد. والسواصل الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة هير دي تي العلمية. من خلال جمع مزيد من عينات الحمد النووي من العظام والقواقع. لتحديد ما إذا كان يتعين إطلاق تسمية جديدة على السلاحف الموجودة بالجزر. التي كانت تضم في الأساس خمس عشرة نوعا من السلاحف العملاقة. بينها ثلاثة انقردت قبل قرون. وبهذا نصل إلى نهاية نشرة الطقس. بعد لحظات نشرة الأخبار المفصلة. تمسم في حفظ الله ورعايته.